موسيقى مكملين معكم مشاهدينا لقاءنا التالي مع خبيرة الاتيكات مارلان سلهب واليوم طبعا حديثنا وموضوعنا وكل الاهتمام بسهرة ليلة راس السنة موسيقى 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 مرلان بونجور عالي نعطيك العافية أنا عامل سهرة ببيتي على راس السنة إذا ما عندك شي تاعي سهرة عنا نحن كلنا كمينا السنة عاملين سهرات بالبيوت بس مصبوطة هيك طريقة العزيمة إذا ما عندك شي ولا لازم نخصص لأن رح نحكي معك بانتكات الدعوة لسهرة راس السنة الأكترية بالبيت وإذا كنا داعيين حدا لنسهر برات البيت كيف لازم تكون بأي طريقة قبل كم يوم الأسلوب هل اللي حكيت وأنا عزمتك فيه اليوم شفاهيا مضبوط ولا بقلل من احترامك أبدا أبدا بالعكس خليتني على شوي رح أقول أوكي أهلا وسهلا فيك لا بالعكس بالعكس بس نحنا بدنا نحكي شوي عن هالسهرة لأنه في كتير أسباب بتوصلنا لهالسهرة وهي شوي أسباب شوي نحنا منتوهم أنه منعملها شوي كبير يعني نحنا ما لازم ننسى أنه هيده سهرة مميزة هيده غير كلت الصهرات مش بس نحنا مميزة للأشخاص حتى البلدين يعني بتلاقي أنه كل البلدين بتعمل كمبتيسيون صحيح البرازيل دفع مصاري أكتر من أستراليا أستراليا كان في أغتيفيس أكتر من أطول وقت بلندن بدبي بفرنسا بنيويورك بقى هيده كله بيحملنا إذا بدك أنه مثل أنه صهرة راس السنة بدها تكون غير شي حتى إذا عازمين لازم تكون غير شي إذا معزومين كمان إذا بدنا نقعد بالبيت يا ما ناس نسمعها بتقول أنا هيده ليلي مثل كل الليالي قد ما بتعيدها بتحس أنه عن جد هيده ليلي مميزة ما أنا مثل كل الليالي ومشان هيك أنا عم بحكي فيها أنه أنا ما بدي أعمل شيء أنا قاعد بالبيت وبدأ أتفرج على التلفزيون بس ما التلفزيون شاغل كذا وقت لي نصهر على الليلة العيدة تكون مميزة لكن هيده السهرة فريمان بتخلق أعباء على الإنسان بلا ما يشعر بحس أنه هو اليوم بدي أشرب أنا أكتر شيء اليوم أنا بدي أنسى كل شيء راه السنة الماضية ما كانت يعني بيكون صايم بيوفرهم لليلة راس السنة عن جد ومنحكي عنكم كمان ستات يعني أكيد 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 تنزل لخزينة حتى لو كانت السهرة بالبيت أكيد وهون نحنا وين بتدخل الإتيكات بهالمنطق بتدخل بالعزيمة اللي أنا رح أعزم الناس فيها بس ما بدي أنسى أبدا أبدا أنه قبل ما أعزم الناس ليش أنا محملة حالي هالعزيمة اللي أنا ببقى ناطرتها حتى برجع بقول لو بدي أقعد بالبيت أصلا ياما أمور ما بكلها كل السنة بكلها بس على راس السنة عادتنا تقليدنا منصير نسمع أنا هلأ ذكرت شيء أختي كان ساكنة برات لبنان بتتصل فيه سنة وبتقلي كله عنب على راس السنة وكله عدس كلنا تضحكنا أنه شو العنب والعدس بيعمل سنة حلوة بس كلنا أكلنا عناب وكلنا أكلنا عدس دونك منصير متأملين بدنا أنه شيء تيعمل كأنه السنة جديدة توتلي ديفرنت هي مش رح تكون هيك لازم ناخد راس السنة كصهرة خفيفة حتى لو معزومين نحنا على فايف ستارز وينما كنا موجودين رح تكون صهرة خفيفة لأنه في كوتيون لأنه ما لازم نستحي نحن نحط الكوتيون ليا ما ناس بتستحي بتبقى ملبكة أنا ما بعرف برقوس أنا لا هذه صهرة خفيفة حتى بالعزيمة طريقة العزيمة بتكون كمانا في يقول سلسة أكتر سلسة أكتر سلسة أكتر ليش يعني 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 أعزمتك يعني بلاشت بعزيمة مني لقلك بطير حلوة عزمتني بكل بساطة حتى لو عزيمتي مهمة بس لازم نزيد علي كم شغلة لما الإنسان بيطلع عن الإطار اللي هو عايش فيه مفروض يعزم الناس تضل عنده هون بتجي اللياقة هون بتبلش فيك تعيش وفيك تعرف تعيش أنا صهرتي راس السنة ما بتخلص لما بيروحوا الناس من عندي إذا صار أي حادث من بعد ما يطلعوا الناس من عندي أنا راح تضل طول العمر عندي إنه أنا غلطت أنا معزمتهم وما شديت عليهم إنه يبقوا عندي هلأ بدك تقولي أنا عامل سهرة منا بعيدة منا بجبل لأنه نحن أغلبية سهراتنا بتصير بالجبل ليه لأنه اللبناني بعده من النوع اللي بيشتي وبيصيف أغلبية الناس عندها بيتين مكانين إقامة ولا بياخدون الشباب مثلا بياخدوا بيت الجبل طي يعملوا فيه سهرة ويكونوا مرتحين وما يزعجوا حدا بس بينسوا إنه لازم يشدوا على الموجودين إنه يبقوا عندهم إذا ما في عندهم محلي ناموا ما علينا نجيب حرمات منقعد كلنا على الأرض من نام لتاني يوم بس لتكون السهرة مميزة سيدة مارلين يعني بتصير بين الفئة الشبابية يعني نساء ورجال ما رح يعملوا هيدا الشي لحقلك وين بتفرق بالنساء والرجال لما أنا ساكنة نقول بالأشرفية أم ببيروت أم بمنطقة بيجوني في عجق سير كل الناس عم تعمل صهراتها صارت بالبيت يعني أنا مفترض لأنه بلأ انتباه ما رح قلن للناس إنه معلش مش هتقدروا تصفوا جنب البيت جيبوا تاكسي لأنه بهالصهرة بالذات بتكتر كتير الحوادث بالعالم كله مش عنا بس بتكتر يعني المستشفيات يعني ليش أنا بدي فوت ليش ما بنتبه بعزيمتي أنا وعم بعزهم الناس إنه بترجيكم جيبوا تاكسي أصبط للكل أم إذا أنا بعرف إنه في ناس مثلا ما بتشرب كتير منتفق كلنا سوا منيجي تماء اللي عازم يحس على حاله هو مزعوج هيدا قصة التاكسي كتير مهمة يعني منعرف كل واحد من عائلته خاصة لما بتكون العيلة كبيرة أوقات منسكر حي بأمه وأبوه ببطل في مطرح حدا يمرق وحدا يصف يعني إذا نحن هيك العيل اللي حدنا كمان الجيران كمان يعني يعني ما شاء الله عيل كبيرة بأعدادة وبأفرادة ففيها هيك وجهة نظر بدي أحكي شوي عن إيتيكات الصفرة نضبوط أوقات يعني متما قلتي بيكون يمكن الوضع عادي إنه أوقات طقطنا أوقات منعمل إفار من حمل طاقتنا أكتر لأن عمي من قيمة الأشخاص اللي جايين أو من قيمتنا قدامهم مثل ما قلت يمكن فيه أشياء ما منمر عليها بالسنة منحطها على صفرتنا بنفس الوقت يعني نحن كيف لازم نبلش بالصفرة ست البيت صاحب الدعوة في ناس يمكن بتجوع ناس بتتأخر أداة تأخير مسموح أداة مبرر لقالهم أداة مسموح ينطرونا وبالتالي يعني ناس ببقى جاية من شغلة تعبيني لحقت أنجق عملت دوش وأجي تبلشت أكل بسرعة هود كلهم في قللهم إتيكات نقدر نظم حالنا بليلة رأس سنة حتى لو كنا بالبيت نجعلها ليلة تكون هيك راقية وحلوة ومهضومة وما تكون بتشبه غير ليالي أكيد أكيد أول شغلة بده واحد ينتبه عليها إنه لما أنت بتعزم الأشخاص إذا عامل عزيمة قاعدة لازم تقولهم إنه العزيمة راح تكون على الطولة لأنه لما أنا بكون عازم أشخاص يعني لما بدي أعمل عزيمة قاعدة يعني منه نكتار يعني أنا أول شي بصير بعرف شو بدي ألبس وين راح تكون العزيمة وين راح تكون العزيمة راح تكون يا هلطرة بالبيت ولا أنا عندي محل جنيني مسكرة جنيني مسكرة قد ما كون أنا مدفية راح تكون كمان بردة شوي لازم نعطي فكرة للناس لتعرف شو بدي تلبس هلأ بما يخص حضرتك عم تسألني إذا إذا حدث أخر من تلفل منعتزر أو إذا حدا بلش قبل الثاني بالأكل لأن كل نهاره كان ماراتون يعني وما قدر حط لقمة بيتمه أول شي بنا نحكي من الجهتين إذا ست البيت وصل لعنده ناس أول شي أول شخص بيوصل لعنده مش مفروض ينطروا ليوصلوا البقيين هاي دي ضمن نطاق الصفوار فيفر أنه أنا أكيد بعت ست البيت عشر دقائق أربع ساعة مثل ما حكينا مرة أنه ما بوصل على الوقت لأنه واحد ما بيكون خالص هلأ شو الفرق بعزيمة رأس السنة عن غير عزيم أنه صارت العالم بتشترك أنا بجيب هيك أنت بتجيب هيك دونك هون شو أهمية الهدية لما نحنا عاملين أنه حفلة كلنا متشاركين فيها دونك نحنا فينا ما نجيب هدية إذا مشاركين فيها بس إذا منا مشاركين فيها لازم نجيب هدية لازم نجيب هدية وأول شخص بيوصل أول شغلة من ضيفه من منفرجيه على الأنينة هي موجودة لننطر اللي مأخرين هلأ من الأفضل نعرف حال نعرص السنة أنه راح نطول ناكل لقم صغيري لأنه راح نبلش بالمشروب بالمشروب دقري لازم نحنا بالبيت ناكل لقم صغيري هلأ دايما بيبقى فيه أباريتيف وهون أهمية الأباريتيف أنه إذا متقلين الأباريتيف بنا نخفف العشاء بس لما نحنا عم نعملها محلية بالبيوت في أكل كتير كل واحد جايب معه شي راح تكون يعني بس دايما ننتبه نكون لقمي لأنه راح نروح وراح نبلش بالشرب مارلين بعد معي دقيقتين بدنا نشوف مجموعة صور نحكي عن الفواجرا كيف فينا نقصة بطريقة حسب الصور نبلش مع الصور إذا بتريده وأكيد نشوف بردون بدي أقول إلي أنه الكافيار فينا نقدمه بالعلبي طبعه مش ضروري نتكلف ونحط إذا ما منستعمل كافيار عطول نشتري البول طبع الكافيار مش فينا ما نشتري فينا نسقع أكيد الكافيار بالبراد ولما منقدمه فينا نخلي الغطى عليه وفينا نشيل الغطى بالمطبخ بس لازم نرده يعني قدام الناس أنا بشيل الغطى لازم هون تلخبطوا شوي بالصور بس الكافيار لازم يتقدم وننتبه ولا الملاعي يكونوا ولا فضة ولا يكونوا كل شي معدن ما بيسوى للكافيار لازم يكون يا بلاستيك يا خشب يا بورسلان بما يخص الفواجراء هون الفواجراء بدي أقول شغلي يعني الفواجراء ما بيتأكل أبدا بالشوكة والسكين الفواجراء لازم ناكله بس بالشوكة ونحط لقمة خبز من وراء هلأ إذا نحنا منحب نحط الفواجراء على الخبزة فينا بس ما منمسح الفواجراء منو باتي وما منستعمل سكين بالفواجراء بالشوكة ومنحط شقفة صغيرة على خبزة صغيرة الخبزة دايما منقصها بإيدنا مش بالسكين ومنحطها وما منمسحها هلأ كنا حابين نقول راح نقطعها الفواجراء كيف فينا نقصه شقف من دون ما ينفسخ معنا لازم نحط السكين بمي سخنة معنا فوتها ع طول نضيفة نمسح السكين من المي ونقص وكل شقفة بدنا نقصها بدنا نرجع نغطي السكين بمية السخنة ليحمى السكين منرجع من نشف ومنقص هنا نرجعنا للكافيار إذا لدينا بوليت للكافيار فينا نستعملها بس فينا لأ نترك الكافيار بعلبتها بعلبتها مثل ما هي نعم بيبقى في أهمية الشكر مارلين هذه أهم شيء سوري بس ما ننسى دايما نشكر الناس اللي عزمونا لو كانوا أصحاب لو كانوا خصوصا إذا نحنا أصحاب ما ننسى نترك البيت أي مقاعد نحنا شباب نضبضب ندفي البيت ما ننظف لهم البيت بس نضبضب البيت قبل ما ننزل وما ننسى أبدا نشكر الناس اللي عزمونا وخصوصا إذا رجعوا بعد يوم بعتوا لنا زهور نشكرهم على الزهور لأنه بيعين زهور عم بيتشكوا أنه في كتير ناس عم بيفكروا أنه ما عم نبعد نحنا الزهور على البيت بقى وأنا بدي أتمنى للبنان ولجميع عيد ومش بلتوم أنه عيد بس سنة حلوة كتير أولا على لبنان وعلى كل المشاهدين إن شاء الله خير مارلين سلهاب نحن نتمنى لك تكون سنة 2018 سنة جيدة فينا نقول أنه كانت منيحة بقتامة بإطلالتك التلفزيونية تعرفنا عليك على خبرتك على هالإطلالة اللي دايما نستفيد منها بكل يوم بحياتنا أهلا وسهلا فيك مارلين سلهاب خبيرة إتيكات وبنان سلف مشاهدينا مروح إلى فاصل ومبعدها منتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة